اشتركوا في القناة 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 كنت بتعمل الى ما كلمتك انت كانت شكلك مشغول يبقى جه بعدها الباست سيمبل وابلها الباست كونتينيوس الكمبيوتر دا كان معايا المدة 3 سنين قبل ما كل حاجة تبوز يبقى اقول اعيد هاد واخلي بالك اني اختصار هاد هي جملة اصلها اي هاد هاد واحد يقول لي واحد يقول لي مستر اختارتي هاد هاد ما قلتش هاز هاد من عندي هنا فور اقول لك تمام عشرة العشرة فور وسنتس بيجي قبلهم بس انا عايزك تبص على الجملة الكبيرة والصورة الكبيرة والصورة الاوضحة انا عندي هنا كلمة بفور بفور بيجي قبلها باست 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 وبعدها باست سيمبل دي جملة بسيطة بزمن الماضي البسيط فهقول I went نمبر 8 Yesterday evening we for our English test when all the lights went out امبارح بالليل واحنا عاديين بنذكر انجليش كل الانوار طفد حدث كان مستمر وحدث جه اطعو يبقى انا هستخدم نمبر بي 9 9 my mother made me a cake eat of lemons ماما عملت الكيك كان طعمها لمون يبقى it tasted استخدمنا tested لان الكلام related to the past time it tasted of lemons 10 it was dark when we reached the beach because the sun down كانت الدنيا ضلما لما وصلنا للشاطئ لان الشمس كانت مشيت يبقى اقول the sun head gun ليه اولا الدنيا كانت الظلمة يعني لما وصلنا كانت الشمس مشيت يبقى ال first action بخليه دايما في ال past perfect لو head gun 11 after mona had played the piano she her sister with her home بعد ما مونة لهبت البيانو سعدت يبقى held 12 no sooner met my father than i asked him for money احنا عارفين ان ال no sooner لو جات في اول الكلام بيجي بعديها الكلام على شكل question في ال past perfect يبقى ما قداميش غير number b had i 13 what did you do after school yesterday كنت بتعمل اي او عملت اي بعد ما سبت المدرسة مبارح انا عارف اني after و before لو مجاش وراهم فاعل او subject بختار ال verb في ال ing فهتبقى after 14 what at 8 o'clock yesterday evening كنت بتعمل انبارح الساعة تمانية بالليل where you doing past continuous بستخدمه علشان اعبر عن حاجة كانت مستمرة في وقت محدد في الماضي 15 it's arranged we to the bright sea this summer كل حاجة مجهز او مرتب لها احنا رايحين البحر الاحمر السبدة يبقى we are going 16 i think my cousin engineering الجملة بادية i think و احنا عارفين اني i think بتستخدم مع future will فهقول will study 17 tennis after school today هتلعب تنس النهاردة بعد المدرسة فهقول are you playing خطة معروفة الوقت يبقى استخدم لها present continuous 18 19 my german lesson at 4 o'clock this afternoon درس الجرمن بتاعي هيبدأ النهاردة الساعة 4 يبقى starts لان حاجة بتمشي وفق جدوى الزمني يبقى استخدم لها present simple 19 the launch of the satellite at 7.50 tomorrow وقت اطلاق الامر الصناعي هيكون بكرة الساعة 57 يبقى برضو حاجة من جدولة او معروفة وفق جدوى الزمني يبقى will is 20 we probably be there for two weeks هقول we will probably be there for two weeks هنبقى هناك لمدة اسبعين وانا استخدمت كلمة will علشان عندي كلمة probably وخلي بالك اني will probably بتساوي كلمة me number 21 I can't talk at the moment I'm my homework مش هقدر اتكلم دلوقتي انا بعمل homework بتاعيبة I am doing 22 I can't meet you this afternoon I'm the shopping مش هقدر قابلك النهاردة بعد الظهر انا هقومت بعمل shopping I'm doing خطة معلومة الوقت 23 هلو احمد I to the airport in a minute زيك يا احمد انا رايح المطار في خلال دقيقة ببردو I am going 24 My plane at 10 o'clock tomorrow الطائرة بتاعتها توصل بكرة الساعة 10 هستخدم لها present simple اللي هو leaves علشان دي حاجة scheduled حاجة هتحصل وفق جدوى الزمني 25 I am studying medicine I a doctor انا بدرس الطب علشان بخطط او ناوي ان اصبح طبيب فهتفق I am going to be a doctor 26 She probably do the shopping tomorrow خلي بالك ولسا يلين اني will بتيجي مع probably 27 I expect that he the match اتوقع ان هو هيفوز بالمارش يبقى he will win انا ما عنديش اي دليل على كلامي فعشان كده استرجمت will win 28 perhaps they visit us next Saturday اتوقع ان هم هايزورونا السبت الجاي يبقى they will visit us next Saturday 29 29 My pen friend lives in Sweden Pen friend صديقي يبقى عندي two options يا اما هو يا اما ذات بس انا عارف ان كلمة ذات ما بيجيش بعدكوما فعشان كده استخدم 30 30 عيشة father is a well known doctor عيشة اللي باباها طبيب مشهور يبقى نها استخدم اوز 31 My brother lives in new york is going to visit us soon اخويا اللي عيشة نيويورك هايزورنا قريب يبقى 32 Fruit ripens on the tree tastes paste الفكهة اللي بتندق على الشجر بيكون طعمها كويس يبقى fruit dead 33 Our flat is on the fifth floor of our northern isle شاكتنا اللي في الدور الخامس بتطل على النيل لا واحد يقولها مستر شاكة مكان يبقى اختار لها where هقولك لا الاجابة ما الصح لان انا هنا مش اصدي على مكان بتحصل في حاجة انا هنا اصدي على الشاكة كشيء بقولك الشاكة بتاعتي اللي في الدور الخامس بتطل على نهر النيل يبقى انا هاختار which واحد يقول لي تاني طب يا مستر ما هي تات بتساوي which ليه ما اخترت شاكة تات اقولك عشان عندي كومة بعد كلمة فلان 34 34 my brother went to alexander university he started architecture اخويا كان في جامعة اسكندرية وبدرس هندسة معمارية يبقى where هنا بقى استخدمت where بعد university علشان هنا بتكلم عن مكان بتحصل في حاج 35 last week we had a meeting الاسبوع اللي فات كان عندنا اجتماع we found out about next year's school trip كان الاسبوع اللي فات عندنا اجتماع اللي فيه يبقى at which في الاجتماع ده عرفنا او تعرفنا اكتر عن تفاصيل الرحلة المدرسية القادمة 36 she's written an article كتبت مقالة اللي فيها she describes the problems facing our country يبقى اقول بدون تفكير in which 37 the person does most of the cooking in is my mother الشخص اللي عمل معظم الأكل دايب أمامه يبقى the person who 38 دكتور عيشا used to go with her father to meetings دكتور عيشا كانت متعودة تحضر اجتماعات مع باباها she learned to read and write اللي في الاجتماعات دي تعلمت تقرأ وتكتب يبقى at which 39 she went to caro university ذهبت لجامعة القاهرة اللي هناك اتعلمت Arabic language and literature يبقى where she studied نخلي بالنا ان انا مقدرش اقول at where لان where من ال relative pronouns اللي مقدرش حط قبلهم اي حروف جر حروف الجر بتيجي قبل which أو whom فقط لا جير 40 she wrote many books and articles هي كتبت كتب ومقالات كثيرة she argued for a more positive role for women اللي كانت بتجادل فيها أو بتتناقش فيها لدور اقصر ايجابية للمرأة يبقى هنقول in which 41 her work had taken up much of her personal life is still appreciated today شغلها اللي شغل جزء كبير جدا من حياتها الشخصية يقدر حتى الان يبقى her work which 42 دكتور عيشة father was an important man دكتور عيشة اللي بابها كالراجل مهم يبقى whose father 43 all money is money احنا عرفين ان money uncountable noun يبقى هيجي وراها singular verb هقول is 44 all sarah's friend اسم جمع يبقى هقول are helping her 45 he eat half the cake this morning هو اكل نص الكيك يبقى he eat half of 46 half of my friends tennis نص اصدقائي بيحبوا التنس يبقى هقول like 47 my house is a kilometer from here بيتي تقريبا على نصف كيلومتر من هنا يبقى half a kilometer احنا عرفين ان half ممكن احطها قبل العبارات اللي بتدل على الزمن والمسافة have an hour أو have a kilometer 48 each student كل طالب a uniform انا هنا لازم اعمل each student معاملة المفرد فهقول each student wears 49 every person a role in society كل شخص لدور في المجتمع every person has a role in society 50 answer is correct مفيش اجابة صحيحة واحد يقول لي اختار both ولا neither ولا all خلي بالك لو استخدمت all لازم يبقى وراها جمع all answers لو استخدمت both يبقى both answers يبقى انا ما قداميش غير كلمة neither answer is correct علشان كمان عندي هنا الفعل مفرد اللي هو is 51 about of them are from my village تقريبا yes half of them نصهم من القرية بتاعدي انا اخترت half of them وعشان كمان عندي فعل جمع are from my village 52 I have two brothers انا عندي اخين of them are older than me عندي اخين انا عندي two options برضا يا اما both يا اما neither بس انا هاختار both لي عشان عندي الفعل جمع لو عندي هنا الفعل مفرد هقول neither of them is older than me 53 I need to be a good at both speaking and writing انا حابب اكون كويس في speaking or writing 54 54 engineer in the factory was given a separate job to do للي بالك هقول هنا انا عندي هنا الكلام بدي فالاسم مفرد engineer يبقى ما ينفعش اقول half طبعا مش اقول half engineer مش هينفع اقول both لاني لازم يجيقوا اراها اسم جمع بردو لازم يجيقوا اراها اسم جمع بهاقول each engineer 55 the students in my class speak English very well انا اسم جمع هي بهاقول all the students 56 I was offered tea or coffee but I had of them because I don't like cold drinks عرض علي شاي وقهوة لكن انا ما شربتش حاجه منه يبقى انا اختار هنا كلمه زي ما انا عانت كذا neither 57 طاري loves tennis and watches match on television طاري بيحب التنس وبيفرق على كل مباراة التلفزيون يبقى each match 58 neither out nor did he stop talking ناخد بأنني neither لو جات في اول الكلام ممكن اجيب وراها صيغة السؤال زي no sooner يعني هبدأ بفعل مساعد وبعد كده فاعد وبعد كده فاعد فاقدار neither did he go 59 that salad was nice that I'll ask the restaurant for the recipe that salad was so nice خلي بالا بصصو وبعد كده nice وبعد كده كلمه that 60 it was a long film يبقى انا هنا هاللي بالا كان عندي هنا article a وبعد كده adjective وبعد كده noun وبعد كده كلمة that يبقى انا اخضار such 61 the stadium is big perfect big enough 2 يعني الاستاد كبير كفاية انه يسع لأكثر من خمسين الف spectators خمسين الف مشجعة 62 the ladder is long to be put on the back of your car السلم طويل جدا لدرجة انك ما تقدرش تحطه في شنطه العربية يبقى it's too long to be put وناخد بالنا ان too too بيجي معاهم صفات سلبية يعني ايه صفة سلبية يعني صفة بيتوحي ان انا ما اقدرش عامل حاجة دي لما اقولك الشاي too hot to drink الشاي سخن لدرجة ان انا ما اقدرش اشرب 63 today is much hot to play tennis outside today is much perfect too hot to play 64 elephants are powerful that they can push over trees elephants are so powerful انا عندي هنا صفة وبعلي كده كلمة ذات 65 this is an old tree ذات اللي بالك بص انا عندي هنا برضو كلمة ذات وجاي قبلها article and صفة وناوني بقول such 66 مونا ما كانتش مضطرة ان هي تاخد معاها ننظرة لان كان الجو مغيب ننظرت الشمس بتاعتها 67 nobody has been to the top of this mountain because it's محدش ادر يوصل لكمة الجبل دي because it's too dangerous شوف هنا عندي هنا too بعد كده الاجكتف وبعد كده too تانية 68 this book is famous that nearly everyone has read it الكتب ده so famous 69 I wanted to buy a new phone but it was perfect too expensive for me to buy هاللي بالك انا هنا قلت too والصفة وهنا too والإنفنتيف بس قبل ما اقول too والإنفنتيف انا ممكن اجيب 4 وحط هنا اي شخص يعني بقولك الموبايل too expensive for me الموبايل غالي جدا علي او ممكن اقول for hair او for us او for them number 70 the hat was small i couldn't wear it الطائية او قبعة كانت too small كانت صغيرة جدا ما كنتش قادر البسة 71 71 the hat wasn't big enough الطائية ما كانتش كبيرة كفاية علشان احنا نقدر نرتدي 72 the boys ran slowly to win the race الولاد جريو ببط شديد لدرجة انهم ما كانوش قادرين ان يكسبوا السبع يبقى too slow 73 على is very intelligent to pass the exam easily على زكية جدا yes او زكية بما يكفي intelligent enough ان هي تقدر تكتازي الامتحان بسهو 74 Hamdi is a strong man to be good at weight lifting Hamdi is such ونساتش بيجي وراها article بعد كده adjective و بعد كده in noun 75 houses to be warm in winter البيوت بتصمم على اساس انها هتكون دافية في فصل الشتاء يبقى our design وده passive form او شكل المبنى المجهول المبنى المجهول انا محتاج شرطين اساسيين فيه ان يكون عندي verb to be حسب الزمن اللي موجود في الجملة ويكون عندي فيه pp التصريف التالت زي في الجملة اللي بعديها 76 our car next week عربيتنا هتتصلح الاسبوع الجاي we'll be repaired هنا عندي verb to be في المستقبل في future time وبعد كده عندي past participle 77 the school has to before the school year starts المدرسة يجب عليها او يجب ان تبنى قبل بداية العام الدراسي يبقى has to be built 78 the car to fast العربية كانت تقض بسرعة يبقى was being driven انا ليه خطرت الجملة دي علشان انا عندي هنا verb to be وعندي pp هذا الشرط منطبق على number b في كل الشروط علي 79 we took a party at the weekend احنا تعزمنا على حفلة نهاية الأسبوع we have been invited احنا تعزمنا على الحفلة 80 the houses in the earthquake البيوت انهارت في الزلزال يبقى the houses collapsed ناخد بالنا ان في بعض الافعال زي collapse and break down and run and roar and come and reach and go and rise ما ينفعش حطها في المبنى المجهول ما ينفعش حطها في passive form فبقولك البيوت انهارت في الزلزال number 81 i expect we were to go اعتقد ان احنا سوف نعلم بمكان اللي هارو فيه يبقى we will be told 82 charles dickens oliver twist a long time ago charles dickens كتب روايد oliver twist من وقت كبير يبقى road 83 his car 14000 pounds last week العربية بتعته اتبعت بعشر تلاف جنيه الاسبوع اللي فات and was sold 84 the bus down yesterday يبقى the bus broke down yesterday 85 they turned and when they saw us coming هما لفوا وجريوا and ran نخبنا ان and لو الكلام اللي قبلها past يبقى اللي بعدها past الكلام اللي قبلها passive يبقى لازم اللي بعدها يكون برضو passive 86 this picture by my friend last week الصورة دي ترسمت عن طريق او بواسطة صديقي الاسبوع اللي فات يبقى this picture was painted 87 roads should be across the desert الطرق يجب ان تبنى should be built عبر الصحار 88 she of fordring money هي اتهمت بتزوير الاموال يبقى she was accused هنا اتهمت ده مبنى المجهول طبعا نتحقق عند شرط اساسي would there be to be وراء البيبي number 89 it's that the building was started in 237 pc يقال ان المبنى ده كان من سنة 237 قبل الميلاد يبقى it's said that 90 parents should their children to limit the amount of time they spend using phone parents should yes get their children اللي بالك انا هنا اخترت get language have علشان عندي هنا to will infinitive لو انا عايز اختار have يبقى انا لازم ما يكونش في هنا to 91 they should also get them أيوا yes to turn علشان عندي هنا get زي ما قلت لك لازم يجورا 2 وال infinitive 92 they tend students move into house with a mobile phone mast in the garden they perfect انا هنا قلت had لي had علشان هنا move لكن لو عندي to move يبقى اقول they got 93 i علي to go to the sports club with me although he didn't want to go انا خليت علي ايجي معي النادي على الرغم انهم كانت عايز يبقى i got علي لي قلت got مش had علشان عندي هنا two وال infinitive 94 ما اضر هاد شي ما انا عندي هنا had يبقى اكيد الفربي اللي جاي ورا هاد مش هيكون بto وهيبقى tidy زي ما احنا شايفين 95 95 before the meeting the manager always gets the reports or هنا باها يبقى افشكتل passive form يبقى gets the reports typed 96 دينة the flat cleaned every week دينة has the flat cleaned 97 97 the PE teacher had us in a head يبقى يجي الفربي من هنا two had us run 98 if you don't know how to use the computer لو مش عارف ازاي تستخدم الكمبيوتر your son to help you يبقى get ليه اخترت get علشان عندي هنا two how often do you get your teeth كم مرة yes how often do you get your teeth checked كم مرة بتفحص اسنانك عندي طبيب الاسنان 100 we are eating in a restaurant tonight because our parents our kitchen painted احنا النهاردة هناكول في مطعم بالليل علشان بابا وماما بيذهنوا المطبخ يبقى our parents yes are having our kitchen painted 101 101 i can't use my bike because i am having it فشك الپاسي فرم احتيب 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 we don't always our car washed we don't always have our car washed 103 my parents get the plants watered perfect 104 i my house decorated next week i will have my house decorated انا هدهن او خلبت يدهن الاسبوع اللي جاي 105 he he wouldn't be able to sleep until he had finished the homework he said ده كلام بقى في report speech اللي هو الكلام المباشر والغير المباشر هو قال انه هو مش حقيق دار ينام لحد ما يخلص الهومورك بتاعه 106 she said she to be a writer هي قالت ان هي wanted خلي بالك انا الكلام بدأ past وقلت said فعشان كده هكمله past 107 he asked me where هنا هو سألني where دي معناها اين بس ما بقى السؤال بقى سؤال غير مباشر سؤال تقريري فهقول he asked me where yes where i had been خلي بالك طالما بقى السؤال غير مباشر ما ينفعش أجيب وراه helping verb يعني مش هقول where had ولا where have بيجي وراه سابشك تعلطول زي i ما موجود عندي هنا في number d والكلام بعديها لازم يكون في past لانه هو بدأ وقال he asked number 108 she admitted that mona هي اعترفت ان mona ساعدتها في الهومورك يبقى was helping ليه قلت was helping علشان عندي admitted هنا في الباست 109 she said that they them there for the following saturday هي قالت yes الكلام في الباست يبقى لها عناية على طول على حاجة في الباست يبقى where meeting 110 she that she had waited for an hour for her appointment هي complained اشتكد ان هي فضلت قعدة مستنية حوالي ساعة عشان المعت 111 they promised هما وعدوا that they us as soon as they arrived هما وعدونا ان هما هيكلمونا اول ما يوصلوا يبقى هاستخدم كلمة would لي would لان الجملة كان اساسها will phone ونخبنا ان future will كان بيجي مع promise فلازم استخدم would phone 112 he admitted that late the night before he admitted that he had arrived late the night before 113 he told me that his sister ill هو قال لي ان اخته yes had been ill طبعا اخترت هذا علشان الكلام في الباست he told me 114 i admitted that انا اعترفت بالاتي i any plans ان انا ما عنديش اي خطط هقول i don't have any plans 115 he denied at the scene of the crime خلي بالك اني verb deny من ال reporting verbs من الافعال التقريرية اللي انا ممكن استخدمها بس في نقطة مهمة تقول بالك منها اني deny و suggest to admit من الافعال اللي جي بيك وراها دايما الفعل في ال ing فاقول he denied being 116 i explained that i ask my mother اي انا شرحت او وضحت ان انا i would have to ask my mother ان انا هضطر اسأل مام 117 Peter he would phone me that evening promised وعد ان هو هيكلمني او هيتصل بي هذا المساء 118 she said هي قالت i until i have finished هي قالت هي الجملة هنا اخلي بالك اني لسه متحولتش لreported speech هي هنا direct speech كلام مباشر حتى موجود between brackets ما بين اقواس زي ما انت ما شايف هي قالت she said i won't leave انا مش همشي لحد ما هي ما خلص 119 she refused me the money i needed رفضت ان هي تديني الفلوس اللي انا محتاجها refused تخلي بالك ان من الافعال اللي بيه وراها to and infinitive she refused to lend me 120 she explained that she to visit me the following week هي وضحت او قالت ان هي هتزورني الاسبوع اللي بعد كده she was hoping he was hoping عشان الكلام هنا في الباست she explained 121 she asked him what since he left school هي سألته هو كان بيعمل ايه من ساعة مساب المدرسة what yes he had been doing واحد يقول لي مستر ده سؤال اقولك اه بس خلي بالك ده سؤال reported question يعني سؤال غير مباشر يعني ما يجيش بعديه helping verb he go around subject all the tools what he had been doing 122 he asked me why هو طلب مني why to work abroad why i wanted to work abroad ليه انا كنت حابب اعمل بالخارج 123 they asked me if my parents i was there they asked me if my parents knew i was there فاللي بالك انا هنا برت استخدمت new ليه علشان الكلام هنا 124 he asked me i had a driving license هو سألني لو كان معي رخصة قيادة يبقى هو سألني يبقى هستخدم whether ليه whether عشان هنا السؤال اصلا كان يسنق question هو كان اصل الكلام ايه هو سألني do you have a driving license هو انت معك رخصة قيادة فانا غملة في الاساس ما كانش فيها question word ما كانش فيها ما كانش فيها wh question where فعشان كده بستخدم whether او if 125 they wanted to know who the match وما حبين يعرفوا مين اللي فاز بالمباراة يبقى who won the match 126 she asked me which university هي سألتني ان هي جامعة انا رحتها يبقى i had been too 127 she asked me whether my uncle i was trying to find another job هي سألتني لو كان عمي يعرف ان انا كنت بيدور على شغلانة تانية يبقى new علشان الكلام برضو في الباست 128 he asked me why to work for their company هي سألتني لي انا حابب اشتغل في شركته خلي بالك the reported question او انا عندي هنا اداة استفهام بس ماجيش وراه helping verb يعني لا هفكر في a ولا هفكر في b ولا هفكر في c هفكر في دي على طول لاني بادية بالsubject وبعد كده الverb 129 she wanted to know how نفس الكلام يبقى how بدون تفكير i would feel 130 she asked me i could tell her how old i was هي سألتني 131 whether i could tell her how old i was هي سألتني لو اقدر اقولها او اعلمها بسني 131 he asked me i knew that his sister had been ill yes if وتألني لو كانت اختي تعبانة ولا لا 132 she wondered wondered هي زيها زي wanted to know or ask my sister had gone to school or not هي سألت او حبت تعرف اس كانت اخت روحة المدرسة ولا لا يبقى هستخدم if خلي بالك ان weather دي نفس مش نفس اللي هي نفس النطق بتاعت weather التانية اللي هي بتساوي if بس هنا weather معناها طقس فمشين فاخطر 133 we wanted to know they thought of his idea هما حابين يعرفوا أو حابين يشوفوا they thought of his idea wanted to know yes what they thought of his idea كانوا حابين احنا حابين نعرف اي رأيهم في الفكرة بتاعته 134 راوية اسكت خلود what she the evening before راوية سألت خلود هي كانت بتعمل ايه الليلة اللي فاتت يبقى what yes what had she done 135 my friend said صديقي قال هنا خلي بالك بقى الجملة لسه direct speech يبقى صديقي قال لي don't apply for the same kind of drop 136 a friend warned me هاي بقى بص الجملة دي كانت اساس الكلام صديقي قال لي متقدمش في نفس الشغلان حبيت احاول الكلام غير مباشر صديقي حذرني يبقى مش اقول don't يبقى مش اقول not to apply for the same kind of drop يبقى دي كلام مباشر number 35 و 36 كلام غير مباشر 137 he also advised me retrain as soon as possible وهو كمان نصحن ان انا اعيد تدريب نفسي او اعيد تأهيل نفسي فاصرع وقت ممكن يبقى to retrain 38 my husband suggested that I languages I shall study languages اقترح ان انا اقدر ادرس لغات 139 my wife encouraged me زبتي شجعتني ان انا yes not to waste my time ان انا مضايعش اي وقت 40 the teacher asked to open our books at page 20 المدرس yes ordered us طلب مننا او امرنا ان احنا نفتع الكتاب على صفحة 20 141 my mother recommended that we coat مامتي حبزت او شجعتنا ان احنا should wear coats ان احنا ليجب علينا ارتداء الكوة 142 my friend need not to sit on the wall صديقي yes اخبرني ان انا ما عودش على الحطة 143 the referee الحكم the player to stop the game يبقى order the player to stop the game امر اللعب ان هما يوقفوا المباراة 144 we were hungry so my father suggested احنا كنا جانين علشان كده بابا يسخل بالك ان suggested بيجورا الفربي في الing يبقى suggested going 145 احمد is good at football so we encouraged him join the school team احمد كويس في الكورت القدم عشان كده احنا شجعناه انه يلطحك بفريق المدرسة يبقى to join 146 the tour guide the tourists not to go into the desert on their own المرشد السياحي حظر السائحين ان هما ما يدخلوش في الصحراء الوحدهم يبقى warned the tourists not to 147 فالطبيب طلب مني take off my jacket ان انا اخلع الجاكت بتاعي يبقى 150 150 I like exercise everyday I like 50 I like doing 51 I hate water in my eyes yes I hate getting water in my eyes 52 52 they are going home as soon as they have finished finished من الافعال برضو اللي بيجي وراها الفرب في الing تبقى working 53 they hope a job they enjoy doing they hope to get لاني hope بيجي وراها الفرب to and infinitive وبكده نبقى جينا لنهاية الحلقة بتاعتنا لو عندك اي استفسار لو سمحت اكتبولي في comment وهارد عليه مباشرة واتمنالكو التوفيق ان شاء الله شكرا شكرا